أتبعي قناة مكتبة التعليمية وجدد الترحب بكم في درس كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء؟ كيف أكشف عن بعض خاصيات الهواء؟ أن طريقه ألاحظ وأصف وأعبر عن ما تقوم به الطفلة والطفل لأن هذه اللحظة جيداً الصورة الأولى والثانية فالطفلة تنفخ العجلة ديال الدراجة ديالها يعني تضخ الهواء في عجلة الدراجة أما في الصورة الثانية كنلاحظو هذه الكرة هذي مفشوشة ماذا يفعل الطفل؟ كذلك ينفخ الكرة باستعمال المضخة يعني يضخ الهواء في الكرة أتساءل من خلال الصورتين؟ قد نتساءل إذن قلنا في الصورة الثانية كنلاحظو هنا الكرة مفشوشة أما في الصورة الأولى كذلك العجلة مفشوشة لذلك فالطفلة كتنفخ العجلة ديال دراجة ديالها ماذا يوجد بداخل الكرة والعجلة؟ يعني وسط الداخل ديال الكرة والداخل ديال العجلة شنو كين؟ يوجد الهواء إذن يوجد الهواء فكنلاحظو بأن الكرة مفشوشة بعد ذلك بعدما غذي ينفخ الطفل يتصبح منفوخة بمعنى أن الهواء في الأول كان بكمية قليلة أو لمكينش ولكن في الحالة الثانية بعدما نفخها أصبح الهواء بداخل الكرة فأصبحت منتفخة وهذا يعني أن للهواء خاصيات ألا وهي أولا التقلص يعني كيت تقلص ينكمش والتمدد تمدد كيت توسع وكيت زاد فبالتالي سألو ما هي بعض خاصيات الهواء ما هي بعض خاصيات الهواء على ما تستفهم وسنفترض أن الهواء قابل للتمدد وقابل أيضا للإنضغاط يعني كي قبل التمدد والتوسع وقابل للإنضغاط والتقلص ونكتب الهواء قابل للتمدد والإنضغاط أختبر أنجز المناولات التالية وأقارن ثم أستخرج النتائج وأدونها على دفتري أولا ألون مكان الهواء في كل إناء وأملأ الفراغ في الجملة بما يلي أشكالا شكلا خاصا الهواء مختلفة نبدأ بالوثيقة الأولى وقد اللون مكان الهواء في كل إناء نبدأ في هذا الإناء هذا فالهواء سيكون منتصر بداخل الإناء فالهواء سيكون هناك كذلك فالإناء سيكون الهواء بداخله لأن الهواء يحيط بنا من كل جانب فما كنت نشوفه ولكن يحيط بنا من كل جانب كذلك فالإناء يوجد الهواء بداخله اللون مكان الهواء أيضا الهواء يوجد خارج الإناء ولكن المطلوب هو مكان الهواء في كل إناء يعني داخل كل إناء إن هذا هو مكان الهواء في كل إناء ثم بعد ذلك سنملأ الفراخ يتخذ أشكالا إذن ليس للهواء ماذا يتخذ يتخذ شكون هذا اللي كيتخذ يتخذ هذا اللي اللون الهواء إذن يتخذ الهواء ماذا يتخذ الهواء كانلاحظو هذا الإناء ما عندوش نفس شكل ج eastern كذلك ما عندوش نفس شكل ج dedans إذن كانلاحظو الهواء كيتاخذ أشكالا كيف هي أشكالا مختلفة هذه الأشكال مختلفة إذن أشكالا مختلفة إذن ليس للهواء الهواء ليس له شكلا خاصا ما عنده شيء شكل خاص شكلا خاصا في الهواء كيأخذ الشكل الذي هو بداخله إذن قلنا بأن الهواء يتخذ أشكالا مختلفة إذن فهو ليس له شكلا خاصا ما عنده شيء شكل خاص فهو كيأخذ شكل الإناء الذي هو بداخله ثانيا أضخ كمية محددة من الهواء في المحقنة ألف إذن هذا المحقنة ألف أضخه فيها كمية من الهواء هذي نجبد فيها واحد شو دي الهواء كيف ذلك؟ بسحب ميكباسها هذي نجبد هذي الميكباس هذا اللي هذي نجبده هذي يدخل الهواء بداخل المحقنة ثالثا أضخه هذه الكمية من المحقنة ألف إلى المحقنة أصغر منها مرتين بمعنى هذي الكمية دي الهواء اللي هي بداخل المحقنة كما في الصورة ألف نفس كمية الهواء المحقنة باء لأن الهواء بداخلها فهذا الهواء اللي في المحقنة الأولى غدي نرجعه لمحقنة الثانية لهي أصغر منها مرتين فكاللاحظه هذي الهواء شنو غدي يوقع له سينضغط يعني غدي نضغطوه بشي يدخل لمحقنة الثانية وخأنها صغيرة مرتين عن المحقنة الأولى إذن الهواء قلنا إن ضغط إن ضغط في المحقنة باء قلنا نكمل الجملة نفس كمية الهواء المحقنة باء هل إن ضغط أم تملأه تملأه نفس كمية الهواء المحقنة باء لأن الهواء قلنا ماذا وقع للهواء إن ضغط الهواء بداخلها إن ضغط ثم رابعا أضخ هذه الكمية من المحقنة باء إلى المحقنة جيم يعني نفس الكمية اللي كان في المحقنة باء قلنا نحولها لمحقنة جيم الأكبر منها أربع مرات إذن المحقنة جيم أكبر أربع مرات من المحقنة باء ولاحظوا أملأ الفراغ في الجملة بما يلي توسع كمية إذن نفس الكمية دي الهواء قلنا نحولها لمحقنة جيم فكاللاحظوا أن هذا الهواء قلت تحول لمحقنة جيم إذن الهواء في المحق نجيم كيف أصبح هل لا يزال منضغط أصبح متوسع يعني توسع فبالتالي الهواء كذلك قابل للتوسع لاحظنا الصورة الثالثة بأن الهواء قابل للإنضغاط يعني يمكننا نضغطه في أحد المحقنا كما هو في هذا الشكل هذا محقنا صغيرة حولنا لها الهواء لكنف هذه المحقنا أكبر منها فانضغط الهواء وتحول هذه المحقنا الصورة الرابعة الهواء منضغط حولناها الواحد المحقنا أكبر فالهواء توسع ونعمر الفرق تملأ نفس الهواء المحق نجيم لأن الهواء ماذا وقع بداخلية إذن تملأ نفس كمية الهواء المحقنا جيم لأن الهواء ما نوقع له بداخلها سوسع بداخلها وقارن أحجام نفسي كمية الهواء في المحقنات أليف وباء وجيم إذن في المحقنات أليف وباء وجيم كمية الهواء اللي فيهم يعني نفس كمية الهواء نفس كمية الهواء اللي في المحقنا أليف هي نفس كمية الهواء اللي حولنا المحقنا باء هي نفس كمية الهواء اللي حولنا لمحقنا جيم إذن في المحقنات نفس كمية الهواء وأملأ الفراغ في الجملة بما يلي الهواء مختلفة نفسه حجما خاصا تملأ كمية أحجاما إذن ليس للهواء إذن تملأ تملأ ماذا نفس كمية الهواء نفس كمية الهواء قلنا داخل المحقنات نفس كمية الهواء أحجاما كيف هي هذه الأحجام المحق نباء وألف وجيم لهم أحجام مختلفة إذن ليس للهواء ماذا حجما خاصا ما عنش الهواء شي حجم خاص حجما خاصا قلنا تملأ نفس كمية الهواء أحجاما مختلفة إذن ليس للهواء حجما خاصا فالهواء ما عنده شي حجم خاص فهو كيأخذ كيأخذ الحجم ديال الإناء الذي هو بداخله استخلصوا أملأ الفراغات بما يناسب التوسع شكلا الانضغاط ليس للهواء ماذا خاصا ولا حجما خاصا يتميز الهواء بقابل يتي وقابل يتي إذن يتوقفوا الفيديو هنا ثم يتفكروا مزيان ويتعمروا الفراغات إذن ليس للهواء ماذا شكلا خاصا ولا حجما خاصا ما عنده الشكل خاص ولا حجم خاص فهو كيأخذ الشكل والحجم ديال الإناء اللي هو فيه يتميز الهواء بقابل يتي ماذا قلنا قابل يتي توسع وقابل يتي الانضغاط من اللي حولنا كمية الهواء لهذه المحقنة صغيرة فهو انضغط ومن اللي حولنا المحقنة الكبيرة فهو توسع يعني بقابل يتي التوسع وقابل يتي الانضغاط يعني ينضغط ويتوسع نمر إلى المعجم شكل خاص فورم حجم خاص بهذه المحقنة بهذه المحقنة ويتوسعي بقابل يتي نمر إلى المحقنة نمر إلى المحقنة جو كوش لابون سأضع علامة أمام الجواب الصحيح اتو افيرم لو انان كومبريسيبل انان اكس بانسيبل مو حا افيرم لو اي كومبريسيبل اي اكس بانسيبل اذا بعد ما داروا هاتجريبة هدي عمروا المحقنة حتى النصب الماء فلاحظوا بان المحقنة من اللي كان دفعوا المكبس ديالها ما كي ما كي تزاج يعني ما كي يتدفعش اللي قدام وايضا إلا بغاوا يرجعوا المكبس للخلف فكذلك ما غدش يرجع لماذا؟ لأنهم سدين هاتقب هذا يعني الهواء ما غدش يدخل فبالتالي ما يمكن لهم يزيدوا يرجعوا المكبس للخلف إطو أفرم إطو قالت بأن إلنان كومبريسيبل إلنان إكسبونسيبل يعني أن الماء غير قابل للإنضغاط وغير قابل للتوسع هل هذا صحيح؟ موحا أفرم لو إيكومبريسيبل موحا قال بأن الماء كومبريسيبل يعني قابل للإنضغاط وقابل للتوسع شكون فيهم اللي صحيح عنده الجوا غدير رجعوا الماء الماء في المي حقانا إلا بغينا ندفعوا الميك باس واش الماء غدير تقلص يعني الماء غدير ينضغط فالماء ما غدير ينضغط شب حل الهواء إذا الماء ما غدير ينضغط إما إلا بركنا بقينا كان بركوب الجاد إما غدير يخرج الماء أولا أولا هاد المحقانا هادي غدير تهرس ثم أيضا هل الماء قابل للتوسع بمعنى إلا إلا جبنا واحد الإناء وحطينا فيه واحد كمية دي الماء خوينا فيه واحد كمية دي الماء فهذا كمية دي الماء واش غادي يتزاد الحجم ديالها واش غادي يتزاد الماء بداخل هاد الإناء ما عادي يتزاد غادي تبقى نفس كمية دي الماء إذن الماء غير قابل للإنضغط وأيضا غير قابل للتوسع بعكس الهواء الهواء هو قابل للإنضغط وقابل للتوسع أما الماء فهو ليس قابل للإنضغط ولا للتوسع إذن إذن الطهي اللي صحيح عن دا الجواب الماء غير قابل للإنضغط وغير قابل للتوسع أما محفى هو قل بأن الهواء قابل للإنضغاط والتوسع فجوابه خاطئ أشكركم على حزن الانتباه نلتقي في الصفحة رقم 27 إلى اللقاء